موسيقى اهلا وسهلا بكم المشاهدين والمشاهدات العزاء في الحلقة الاولى من برنامج اسأل المفتي والذي يأتيكم للسنة الثانية على التوالي في بث حي ومباشر عبر قناة هلالفضائية وموقع بنت كل يوم جمعة في هذا البرنامج نستضيف الشيخ البروفيسور مشهور فواز رئيس المجلس الاسلامي للإفتاء في البلاد وفيه يرد على تساؤلاتكم في القضايا الشرعية والدينية والحياتية ايضا بإمكانكم ان تكتبوا السؤال الموجه لفضيلة المفتي عبر تطبيق الواتس اب على الرقم 058 3924051 والذي سيظهر اسفل الشاشة طوال هذا البرنامج في البداية نرحب فيك فضيلة الشيخ البروفيسور مشهور فواز اهلا وسهلا ومرحبا حيات رجع السنش الحالي والجهور المستمعين والمستمعات والمتابعين والمتابعات كل عام وأنتم بخير وأنتم بقى في خير إن شاء الله في حقيقة الحال نود أن نبدأ في الأسئلة حول الصيام في رمضان وستصلنا على مدار حلقات البرنامج سنلتقي بك إن شاء الله كل يوم جمعة سؤال الأول عن النية هناك وصلتنا أسئلة قبل بداية البرنامج حتى عن النية هل يجب أن يتلفظ الصائم بالنية للصيام قبل أن ينام كل ليلة؟ وإذا نسيها ماذا عليه أن يفعل؟ نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد أشرف الخلق والمرسلين وبعد أيها الإخوة وأيتها الأخوات الحقيقة النية ركن من أركان الصيام والنية محلها القلب لكن لا مانع لو تلفظ المسلم بالنية عند جمهور الفقهاء من الشافعية والحنفية والحنابلة والعبرة أن تكون النية في القلب والمسلم بطبيعة الحال مستحضر للنية فلما أن يضبط الساعة للاستيقاظ للسحور هذه نية ولما أن يستيقظ للسحور هذه نية ويجب أن يكرر النية في كل ليلة من ليالي رمضان لكن بعض الناس عنده وسواس هل نويت أو لم أنوي نقول له المالكية أي فقهاء المالكية يقولون نية من أول الشهر تجزئ عن الشهر كله فلا مانع لو أخذ بقول المالكية ونوى من أول الشهر أن يصوم رمضان كله في هذه الحالة لو نسي النية يكون له غطاء في المذهب المالكي مع أنني مطمئن أنه في كل ليلة ينوي المسلم النية لأن النية حاضرة بإذن الله تعالى بطبيعة الحال ويكفي أن يستحضرها ولو للحظة واحدة ما بين غروب الشمس إلى ما قبل الفجر السؤال التالي فضلت الشيخ هل تستطيع المرأة الحائد أن تكرأ الكرآن الكريم من الهاتف النقال؟ نعم نقول بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق والمرسلين لا مانع أن تقرأ الحائد القرآن من كتاب تفسير أو من الهاتف النقال وفي هذه الحالة تقلب الصفحة بالقلم أو عن طريق الهامش وهذا مذهب المالكية إلا أنهم قالوا لا تمثل مصحف إلا إذا كانت معلمة أو متعلمة والله تعالى أعلم السؤال التالي فضلت الشيخ هو عن الإمساك الإمساك عن الطعام والشراب هل هو يبدأ من وقت الصحور حتى أذان الفجر أم من وقت الأذان الأول؟ نعم الحقيقة إذا كان هناك أذانان في البلدة فالإمساك من الأذان الثاني يعني إذا كان أذان وهو أذان الإمساك وأذان وهو أذان الفجر فالإمساك يكون من عند أذان الفجر الصادق لأن الإمساك يكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس والله تعالى أعلم السؤال من أحد المتابعين والمشاهدين يقول هل يجوز للمرأة الأجنبية أن ترى الميت وتقبله المرأة الأجنبية ليس لها أن تقبل الميت ولا أن تصافحه ولا أن تمسه ليس لها أن تمس الميت نهائيا لكن لو نظرت إلى الميت لا مانع من النظر إلى الميت مع حفظ حرمة الميت والتزام الستر على الميت والله تعالى أعلم السؤال التالي فضلت الشيخ حول عدد الركعات في صلاة التراويح هل هي ثمانية أم أكثر؟ وهل يجوز أداء فقط ثمان ركعات ومن ثم أداء صلاة الوتر؟ الحقيقة بالنسبة لعدد ركعات صلاة التراويح النبي صلى الله وسلم وبارك عليه صلى ثمان ركعات تقول السيدة عائشة ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم على ثمان ركعات في ليلى وأمير المؤمنين عمر قد زاد على ثمان ركعات إلى عشرين ركعة فأصبح منتهى الكمال هو عشرون ركعة يعني أكمل صلاة التراويح هو ثمان ركعات ومنتهى الكمال هو عشرون ركعة فمن صلى ثمان ركعات واقتصر على ثمان ركعات فإن ذلك يجزئه باتفاق الفقهاء السؤال التالي فضلت الشيخ من أحد المشاهدين يقول لدي تطعيم الوجبة الثانية من الكورونا بعد أيام قليلة الوجبة الأولى أخذتها ولم يكن هناك رمضان هل يجوز أن أخذ الحكمة الثانية الوجبة الثانية؟ نعم بالنسبة لتطعيم كورونا التطعيم ضد فيروس كورونا لا يفطر أثناء الصيام لأن هذه إبرة ليست مغذية الإبرة المغذية هي التي تفطر كإبرة الجلوكوز ونحو ذلك أما إبرة التطعيم أو البنج ونحو ذلك فهذا لا يفطر والله تعالى أعلم في سياك متصل سائل يسأل عن إبرة الإنسلين لعلاج السكري هل هي من المغذية؟ أيضا إبرة الإنسلين ليست مغذية لذلك لا تفطر إبرة الإنسلين ولكن لا بد من استشارة الطبيب هل يصوم أو لا يصوم إذا كان الصيام يضر به فلا يصم وإذا كان الصيام لا يضر به فليصم في هذه الحالة لذلك نحن ننصح المرضى باستشارة الطبيب المسلم الثقاء المختص فيما إذا كان الصيام يضر به أو لا يضر به وننصح المرضى بألا يؤذوا أنفسهم إذا نصحه الطبيب الثقاء المختص بالإفطار فليفتر لأن الإدرار بالنفس محرم شرعا وله أجر الصيام كاملا وهنا يأتي معنى قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتر خصه كما تؤتع زائمه والصحيح إذا كان يعمل عملا أثناء صحته ثم مرضى فإنه يأخذ أجر وثواب العمل كما كان يعمله أثناء صحته نعم السؤال أحد المشاهدين يطلب منك شرحا عاما عن قيام الليل عدد الركعات ووقت صلاة قيام الليل وقت قيام الليل بعد أداء فريضة العشاء كل صلاة نافلة تؤديها بعد أداء فريضة العشاء هي تعتبر قيام ليل وأقل قيام الليل ركعتان وأفضل قيام الليل هو وقت التهجد والتهجد يكون بعد النوم ووقته بعد الثلث الأخير من الليل لكن لو أن الشخص صلى تطوعا قبل أن ينام فإن ذلك يعتبر قيام ليل طالما أنه بعد فريضة العشاء والله تعالى أعلم السؤال التالي فضلت الشيخ السأل يقول بأن أبي هو شيخ مسين كبير في الجيل حصل على تطعيم الكورونا لكنه يخشى من الاختلاط بالناس فهل هناك حرج بأن يصلي في البيت مع العلم بأنه صحته بشكل عام جيد إذا صحته بشكل عام جيد وحصل على التطعيم فلا يخشى الذهاب إلى المسجد فليذهب إلى المسجد لأن المساجد آمن بإذن الله تعالى وقد أثبتت التجربة أن أكثر الأماكن أمانة هي المساجد بسبب وعي أهلها والتزامهم بالضوابط والتدابير الوقائية فإذا كان هذا الرجل يعني ليس مريضا مرضا مزمنا وقد أخذ التطعيم لماذا يخشى الذهاب إلى المسجد ليذهب إلى المسجد وليؤدي الفرائد والتراويح في المسجد جماعة ولا يخشى لكن يحافظ على لبسه الكمامة لا ضير لو بقي يلبس الكمامة فالكمامة تقي بإذن الله سبحانه وتعالى وأما من كان لديه مرضا مزمنا كمرض القلب أو من لديه سكر غير متزن ونحو ذلك أو عنده ضعف مناعة شديد فهذا نقول له احرص على أخذ التطعيم احرص على أخذ التطعيم والبس الكمامة وحافظ على مسافة بينك وبين من بجانبك وأما من زرع عضوا في جسده كمن زرع قلبا أو زرع كلية فهذا الأطباء لا ينصحون بمجيئه إلى جميع التجمعات وبما في ذلك صلاة الجمعة والجماعة هذه خصوصية فقط لمن زرع عضوا في جسده وأما عدا ذلك فليأتوا إلى المساجد وليعمروا المساجد وليحرصوا على أخذ التطعيم كما سبق ذكرهم السائل يستفسر حول الحكم الشرعي لسيام المرأة الحامل التي لا تصوم وهي في المرحلة الأولى من الحمل في الشهور الأولى بالنسبة للمرأة الحامل إذا خافت على نفسها أو خافت على نفسها وجنينها فإنه في هذه الحالة تفطر وتقضي بعد رمضان ولا يلزمها شيء آخر غير القضاء وأما إذا كانت تخاف على الجنين لوحده فإنه في هذه الحالة تفطر وتقضي بعد رمضان ويلزمها إضافة للقضاء فدية والفدية هي عبارة عن ثلاثة عشر شاقل عن كل يوم أفطرته والأهم في الأمر هو القضاء لأن القضاء متفق عليه والفدية مختلف فيها وعند من قال بوجوب الفدية قال فقط في حالة أو في حالة واحدة وهي إذا خافت على جنينها لوحده فعليها القضاء والفدية معا والله تعالى أعلم وننصحها باستشارة الطبيب نعم السؤال التالي عن قراءة الفاتحة هل يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في صلاة الترويح أم أنه يكتفي بقراءة الإمام وينصت حيث أن الإمام يبدأ بقراءة الكرآن بعد الفاتحة مباشرة إذا كانت جواب بأنه يجب كراءتها فهل يجب كراءتها خلال كراءة الإمام سورة الفاتحة أم يجب الانتظار حتى ينتهي منها نعم بالنسبة لقراءة الفاتحة وراء الإمام فهي محل اختلاف بين أهل العلم عند أكثر أهل العلم قراءة الإمام تجزئ عن قراءة المأموم فلا يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة وراء الإمام سواء في الصلاة السرية أم الصلاة الجهرية وإن كان قد استحب بعضهم القراءة في الصلاة السرية كالظهر والعصر وأما عند الشافعية فإنه يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في جميع الصلاوات السرية والجهرية وفي صلاة التراويح وفي هذه الحالة إذا أعطى الإمام فسحة للمأموم يقرأ فإن لم يعطيه فسحة يجوز له أن يقرأ والإمام يقرأ السورة القصيرة فإن ركع الإمام تابع الإمام ولا يلزمه شيء في هذه الحالة باتفاق الفقهاء إذن المسألة فيها سعة كثير من أهل العلم من قال قراءة الإمام تجزئ عن قراءة المأموم في التراويح وهذا أكثر أهل العلم قد قال به أما عند الشافعية فيلزم المأموم أن يقرأ الفاتحة إذا أعطاه فسحة فبها ونعمة وإن لم يعطيه فسحة يجوز أن يقرأ الفاتحة مع قراءة الإمام للصورة التي تل الفاتحة وإن لم يتمكن من الإتمام أي من إتمام الفاتحة قبل ركوع الإمام فلا ضير ولا حرج باتفاق الفقهاء السؤال التالي فضلت للشيخ ما هو حكم إقامة وليمة إفطار رمضاني وحضور أو دعوة غير الصائمين إليها من المسلمين الذين لا عذر لهم يعني إقامة دعوة وليمة أثناء النهار أم عند الإفطار على الإفطار كصدقة فطر أم كفدية صيام أم ماذا وليمة يعني أن تدعي أشخاص للإفطار عندك في البيت ومن بينهم أشخاص مسلمين لكنهم غير صائمين نعم بداية نقول وبالله التوفيق لا يجوز إقامة وليمة إفطار من مال صدقة الفطر أو فدية الصيام أو الزكاة وأما إن كانت وليمة طوعية ففي هذه الحالة لا مانعا لو دعيا حتى إليها من ليس صائما لعله بذلك يتحرك قلبه ويستحي من ربه ومن الحاضرين فيتوب إلى الله عز وجل ويقوم بأداء فريضة الصيام والله تعالى أعلم سؤال من مشاهدة من مدينة الطيبة تقول هل وقت أذان الفجر يجوز أن أشرب الماء وقت الأذان وهو يؤذن إذا قال المؤذن الله أكبر وكان منضبطا بالتوقيت ولا يحطاط وجب على المسلم أن يمسك عن الطعام والشراب ولا يجوز له الأكل أو الشرب أثناء الأذان فكما أنه عندما يؤذن المؤذن للمغربي يجوز لك الإفطار بمجرد أن يقول المؤذن الله أكبر كذلك يجب على المسلم أن يمسك عن الطعام والشراب بمجرد أن يقول الإمام الله أكبر لأذان الفجر والله تعالى أعلم سؤال من مشاهدة من الحي الشرقي في الناصرة تقول هل يجوز قراءة الختمة والإمساك بالقرآن الكريم للميت من دون وضوء بالنسبة لقراءة الختمة للميت فلا حرج لأن الختمة هي عبارة عن قراءة للقرآن وقراءة القرآن يصل ثوابها إلى الميت عند جمهور أهل العلم من الحنفية والحنابلة وكثير من الشافعية وابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى جميعا فقراءة القرآن يصل ثوابها عند أكثر أهل العلم للميت ولا بأس لو أنه أقيمت ختمة أي قراءة جماعية للقرآن وأهدي ثواب القرآن للميت في هذه الحالة على أن لا يعتقد أنها صنة أما بالنسبة لمس غير المتوضئ للمصحف فلا يجوز لغير المتوضئ أن يمس المصحف وهذا عند المذاهب الأربعة وإنما يجوز له أن يقرأ من جهاز الهاتف ونحو ذلك ككتاب تفسير دون مس للآيات والله تعالى أعلم السؤال التالي حول الفدية لمن يجوز إعطاء الفدية وهل يجوز أن تمنح الفدية للبنت المتزوجة أم أن الأفضل لبيت محتاج الفدية هي عبارة عن ثلاثة عشر شاقل لهذا العام وهي تجب على العاجز عن الصيام والمريض مرضا مزمن أي دائما بأن يدفع ثلاثة عشر شاقل عن كل يوم أفطره وهي تجب للفقراء حصرا وقصرا على المختار من أقوال الفقهاء وهذا قول المالكية وأما بالنسبة لدفع الفدية وصدقة الفطر والزكاء للبنت المتزوجة فنقول الأصل أن تعطى لزوجها إذا كان زوجها محتاجا ليس لديه أملاك زائدة عن الحاجة يمكنه بيعها كأرض أو سيارة فاخرة وليس لديه دخل شهر يكفيه فالأصل أن تعطى لزوجها المحتاج ولا تعطى للبنت خروجا من الخلاف في المسألة وإن كان هناك بعض أهل العلم كالمالكية أجاز دفع الزكاة للبنت المتزوجة أو الفدية وصدقة الفطر للبنت المتزوجة إذا كانت محتاجة وليست مكفية بنفقة زوجها لاحتياج زوجها وليست أرملة ولا مطلقة ولكن الأحوط أن تعطى لزوجها الفقير خروجا من الخلاف في المسألة ولا تعطى للبنت والله تعالى أعلم نعم السؤال من إحدى المشاهدات تقول هل يجوز أن أختم القرآن الكريم لأمي لأنها لا تعرف أن تكرأ أو تكتب بالنسبة لقراءة القرآن الكريم عن الحي وإهداء ثوابه للحي فمحل اختلاف بين أهل العلم هناك من قال أن ثواب القرآن لا يصل إلى الحي وهناك من قال من أهل العلم بأن ثواب القرآن يصل إلى الحي وعلى هذا القول لا مانع لو قرأت القرآن وأهدث ثوابه لأمها ولكن الأفضل من ذلك أن تدعو لأمها والأفضل من ذلك أن تسمع أمها القرآن من كان لا يستطيع القراءة للقرآن الكريم يستمع إلى القرآن الكريم فالاستماع للقرآن الكريم قرب عظيمة فلذلك من لا يستطيع القراءة فليستمع إلى القرآن الكريم ويمكنه أن يردد وراء المقرئ وبذلك يحصل ثواب القراءة والاستماع والله تعالى السؤال من احدى المتابعات تقول من لديه فقر بالدم ويضطر كل اسبعين ان يأخذ وجبتين دم هل يجوز له ان يفطر بالنسبة لاخذ وجبة الدم السؤال ليس واضحا كثيرا لي لكن تسأل الطبيب هل هذا مغذن او ليس مغذن ان كان مغذية فهذا يفطر وان كان غير مغذ فليس يفطر لذلك لا بد من مراجعة الطبيب حتى نتأكد اذا كان هذه الوجبة التي تأخذها مغذية فيها سوائل فيها املاح ونحو ذلك فيها جلوكوز ونحو ذلك اذا كانت مغذية فهي تفطر واذا كانت غير مغذية فهي لا تفطر والله تعالى اعلم صاحب محل تجاري يسأل انا اصلي صلاة الترويح في البيت في ساعة الليل فهل هذا يجوز يعني اصليها لوحده الافضل ان تذهب الى المسجد وان تؤدي الترويح جماعة في المسجد ولكن ان كان الظروف عملك لا تسمح ولا تطيح لك فلا حرج في هذه الحالة السؤال التالي عن الكفارة دفع الكفارة للمريض لمن تدفع كفارة الصيام المقصود يعني نعم الشخص المريض الذي لا يستطيع ان يصوم بسبب مرض لمن يدفع بالنسبة لكفارة الصيام او فدية الصيام اذا كان الشخص مريضا والمرض دائما اي بمعنى ان المرض مستمر مرض لا يرجى برؤه فانه كما قلن يلزمه ان يخرج فدية وهي ثلاثة عشر شاقلة عن كل يوم افطره وتعطى للفقراء والمساكين حصرا وقصرا على ان لا يكون الفقير ابنا لهذا المريض ولا بنت ولا ابن ابن ولا ابن بنت ولا ابن بنت ولا ابن له ولا اما له لان صدقة الفطر والفدية والزكاء لا تعطى للاصول والفروع والله تعالى السؤال التالي فضلت الشيخ حول التمثيل او الاصنام الممنوعة على المصنوعة على اشكال تتعلق بشهر رمضان المبارك والتي يتم تداولها في الاسواق ما حكمها الاشكال يعني المجسمات لذوات ارواح نعم شخصيات اذا كانت المجسمات لذوات ارواح تفسيات كرتونية مثل انسان نعم على شكل انسان اذا كانت المجسمات لذوات ارواح كانسان او كحيوان فلا تجوز الا اذا كانت على هيئة لا تعيش بمثلها كأن تكون مقطوعة الرأس او مخزقة البطن فعندئذ اذا كانت على هيئة لا تعيش بمثلها كمقطوعة الرأس او مخزقة البطن فتجوز عند المالكية بشرط ان لا ترمز الى رمز يخالف شريعتنا الاسلامية يعني ان لا ترمز لرموز دينية عند غير المسلمين لاننا نهينا عن التشبه بغيرنا واما اذا كانت المجسمات لاشجار فلا مانع في هذه الحالة او لجمادات فلا مانع في هذه الحالة يعني مثل ما نرى فوانيس رمضان مثلا الاضاءات في رمضان فهذه لا ضير ولا حرج بها ان شاء الله وما حكم تزيين البيت بالاضاءة فضيلة الشيخ احتفالا بشهر رمضان وليدخال الفرح والسرور على الاطفال لا مانع من تزيين البيت بالاضاءة وتزيين الشوارع بالاضاءة احتفاءا وابتهاجا لاستقبال شهر رمضان فهذه من العادات الحسنة وليست من المبتدعات المحرمة لان المبتدعات محلها في العبادات وليس في العادات لان الاصل في العادات الاباحة ما لم يرد نص على التحريم والله تعالى اعلم نعم سنخرج الان الى فاصل اعلاني ومن ثم نستوفي باقي فقرات برنامجنا الاسئلة اسألوا المفتي المشاهدون والمشاهدات الاعزاء سنخرج الى فاصل اعلاني فابقوا معنا اهلا بكم المشاهدين والمشاهدات الاعزاء الى برنامج اسألوا المفتي وضيفنا في الستوديو البروفيسور مشهور فواز رئيس المجلس الاسلامي للإفتاء اهلا ومرحبا بك مرة أخرى سنعود الى الاسئلة التي تصلنا ونأمل ان يتسع الوقت للإجابة عليها سؤال حول من مريض سرطان يقول هل مفروض بياء الصيام ام ان هناك بديل نقول وبالله التوفيق من كان قد ابتلي بمرض مزمن كمرض السرطان او السكر غير المتزن ونحو ذلك يجب ان يستشير الطبيب المسلم الثقاء المختص وينبغي ان يعمل بمشورة الطبيب ولا يخالف التوجيهات الطبية فان مناعه الطبيب من الصيام يجب ان يمتنع اذا كان يضر بنفسه واذا نصحه بالافطار يلتزم بنصح وارشاد الطبيب وفي هذه الحالة يخرج عن كل يوم افطره فدية ويثلاثة عشر شاقلاء عن كل يوم افطره وله اجر وثواب الصيام كاملة لانه معذور والله تعالى اعلم السؤال التالي اذا دفع عن المرأة الحامل كفارة الصيام هل يسكت عنها الصوم او يجب عليها التعويض الفدية لا تغني عن القضاء بالنسبة للحامل الفدية لا تغني عن القضاء بالنسبة للحامل هذا باتفاق الفقهاء يجب على المرأة الحامل ان تغضي ما فاتها من الصيام اتفاقا واما بالنسبة للفدية فالفدية لا تلزمها الا في حالة واحدة وهي اذا خافت على الجنين لوحده فعندئذ عليها القضاء وعليها الفدية معا حتى ان بعض اهل العلم كالحنافية قالوا لا فدية عليها وانما عليها القضاء فقط يعني القضاء متفق عليه والفدية مختلف فيها ومحلها عند من قال في وجوبها اذا خافت على الجنين لوحده فقط لذلك القضاء واجب في كل الاحوال سواء خافت على نفسها ام على نفسها وجنينها معا ام على الجنين لوحده السؤال التالي عن صيام مرأة قامت بعملية الزراعة من اجل الانجاب الطبيب اوصاها بعدم الصيام فهل جائز لها الافطار واطعام ستين مسكينا عن الشهر الفضيل مساب الافطار الزراعة من اجل الانجاب الزراعة اه نعم بالنسبة للزراعة اثناء شهر رمضان لا تبطل صيام المرأة الزراعة اثناء صيام شهر رمضان لا تبطل صيام المرأة لكن الرجل الذي اخذ منه المني اثناء الصيام يبطل صيامه ولذلك نقول اذا امكن التأجيل الى بعد رمضان يجب التأجيل واما اذا كان لا يمكن التأجيل فلا حرج في هذه الحالة وعلى الرجل الذي اخذ منه الماء اثناء الصيام ان يقضي هذا اليوم يمسك سائر اليوم ويقضي هذا اليوم بعد رمضان اما بالنسبة للمرأة التي ادخل البويضة الملقحة الى رحمها فهذه لا يبطل صيامها لكن اذا كانت لا تستطيع الصيام اثناء الحمل فلها ان تفتر بسبب عذر الحمل وتقضي بعد رمضان عليها القضاء فقط بعد رمضان كما فصلنا في حكم الحامل قبل قليل نعم سؤال هل استطيع ان اوهب الختمة ثواب الختمة لا اكثر من شخص متوفي لا مانع من اهداء ثواب الختمة لا مانع من اهداء ثواب الختمة لا اكثر من شخص متوفى فيجوز ان تهب الثواب لعدة اشخاص بل لجميع امة نبينا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه نعم سؤال اخر من الناصرة متابعة تقول لنا ابنة عم قريبة خرساء ووحيدة مات ابويها وليس لها اخوة تتقادى معاشا من التأمين الوطني مخصصات اعاقة وشيخوخة هل يحق اعطاءها الزكاة اعطاء الزكاة لا يجوز الا للمستحق فاذا كانت ابنة عمك كانت مستحقة فقيرة محتاجة غير مكفية بنفقة غيرها وليس لديها دخل شهر يكفيها يجوز دفع الزكاة لبنت العم المحتاجة الفقيرة التي ليست مكفية بنفقة الغير وليس لديها دخل شهر يكفيها ولا املاك زائد عن الحاجة يمكنها بيعها فلذلك كونها معاقة هذا ليس مبررا لوحده بان تعطى من الزكاة ربما تكون معاقة او تأخذ من التأمين والدخل الشهر يكفيها فالعبرا هل هي مكفية او ليست مكفية والله تعالى السؤال التالي فضيلة الشيخ من متابعة تقول حماتي اجرة عملية للعين واطلوب منها وضع القطرة في عينها كل ساعة فهل قطرة العين تسبب الافطار ام يجوز ان تصوم قطرة العين وقطرة الانف وقطرة الاذن لا تفطر فلا مانع من استعمالها اثناء الصيام اذا دعت حاجة الى استعمالها واما اذا لم تدعو حاجة الى استعمالها فالافضل والاحوط التأجيل الى بعد الافطار لكن اذا هي احتاجت الى ان تستعملها فلا تفطر قطرة العين ولا قطرة الانف ولا قطرة الاذن والله تعالى أعلم شخص مريض لا يستطيع الصيام هل يجوز أن يعطي فدية الصيام والزكاة أيضا لأهل بيته أولا فدية الصيام والزكاة لا تعطى لأهل البيت يعني لزوجتك لأبنائك لبناتك فدية الصيام والزكاة لا تعطى لا يجوز أن تعطي فدية الصيام أو صدقة الفطر أو زكاة المال لأبنائك أو بناتك أو زوجتك أو لأبيك أو لأمك ثانيا بالنسبة للمرض الذي يبيح الإفطار المرض على نوعين هناك مرض لا يرجى شفاؤه ولا يرجى برؤه أي مرض دائم مزمن فهذا المريض يخرج فدية عن كل يوم أفطره وهي ثلاثة عشر شاقلا وأما إذا كان المرض يرجى برؤه وشفاؤه فهذا يلزمه القضاء وليس عليه فدية والله تعالى أعلم السؤال آخر فضيلة الشيخ مرأة حامل مع مرض سكري مزمن هل يجوز أن تخرج المال فقط بدل الصيام لأنه أيضا بعد رمضان ممنوع لها الصيام إذا منعها الطبيب المسلم الثقى المختص من الصيام على مدى الحياة ففي هذه الحالة تخرج فدية وهي ثلاثة عشر شاقلا لهذا العام عن كل يوم أفطرته تخرج ثلاثة عشر شاقلا عن كل يوم أفطرته إذا كان المرض مزمنا والطبيب المسلم الثقى المختص منعها من الصيام على مدى الحياة لكن إذا قال لها الطبيب بإمكانك الصيام مع أخذ الاحتياطات والتدابير والأدوية ونظم لها ذلك فلابد من القضاء لذلك لابد من مراجعة الطبيب المسلم الثقى المختص السؤال التالي هل تجب الفدية للمرأة النفاس مع التعويض؟ بالنسبة للمرأة النفاس عليها القضاء فقط بدون فدية المرأة النفاس لا يصح صيامها كما الحائد لا يصح صيامها وعلى النفاس والحائد القضاء بعد رمضان السؤال التالي فضيلة الشيخ هل نزول الدم من الأسنان يؤدي إلى الإفطار؟ نزول الدم من الأسنان لا يؤدي إلى الإفطار إلا إذا تعمد الصائم أن يبلع الدم أما إذا غلبه ودخل إلى الجوف بغير تعمد فلا يبطل صيامه نعم سؤال من طبيب يقول أنا طبيب ولدي امتحانات تخصص الصيام يؤثر على تركيزي ودراستي هل يجوز لي أن أفطر وأن أصوم بعد رمضان؟ هذا ليس بعذر للإفطار الإفطار لأجل الامتحانات والدراسة ليس بعذر بإمكانك أن تدرس في الليل بإمكانك أن تدرس بعد الفجر بإمكانك أن تأخذ بالأسباب وتتسحر جيدا وتنام مبكرا وتدرس أثناء النهار فهذا ليس بعذر مسوغ مبيح للإفطار والله تعالى أعلم نعم امرأة حامل في الشهر الثاني من الحمل وجدت تجد صعوبة كبيرة في الحمل وتعاني من القيء فما هو حكم حملها في هذه الحالة؟ القيء إذا تعمد الشخص القيء بطل صيامه إذا تعمد الشخص القيء بطل صيامه وأما إذا غلبه القيء يعني ذراعه القيء خرج بغير إرادة بغير تعمد لم يتسبب ذلك فلا يبطل الصيام نعم ولو رجع شيء إلى الجوف بغير عمد يعفى عنه جهاز التنفس الاصطناعي هل يؤدي إلى إبطال الصيام؟ جهاز التنفس لا يبطل الصيام سواء البخاخ الذي عن طريق الأنف أم بخار الربو الذي عن طريق الفم فهذا لا يبطل الصيام لأن هذا الدواء لا يصل إلى المعدة وإنما يصل إلى شرايين الرئتين لتوسيع شرايين الرئتين لذلك الضابط الفقهي للمفطرات هو ما دخل إلى الجوف عن طريق الفم ووصل إلى المعدة فكل ما يصل إلى الجوف عن غير طريق الفم ولا يصل إلى المعدة لا يبطل الصيام باستثناء الدخان فإنه محرم ومفسد للصيام رغم أنه قد لا يصل إلى المعدة لأنه محرم وبذلك يتحقق قضاء شهوة الصائم بالنسبة إليه قد يترك الطعام والشراب ويقتصر على الدخان ففيه نوع من التشاهي فالدخان مفطر ومحرم وأما كذلك أيضا بالنسبة لإبرة الجلوكوز الإبرة المغذية تفطر رغم أنها لا تصل إلى الجوف عن طريق الفم فجميع ما يصل إلى الجوف عن غير طريق الفم ولا يصل إلى المعدة لا يفطر باستثناء الدخان فإنه يفطر وباستثناء كذلك الإبرة المغذية مثل إبرة الإنفوزيا إبرة الحديد إبرة البيتناش فهذه كلها تفطر والله تعالى أعلم السؤال من كفر كما هل يجوز أن نصلي ثمان ركعات في صلاة الترويح ومن ثم نوتر نصلي الوتر بعض الشباب يصلون ثمان ركعات ويغادرون المسجد هل تحسب صلاتهم كصلاة ترويح كاملة يجوز أداء الترويح ثمان ركعات باتفاق الفقهاء لا مانع من الاقتصار على ثمان ركعات ولكن الأفضل أن تصلي عشرين ركع هذا الأفضل المستحب الأكمل فلا مانع لو اقتصر على ثمان ركعات المصلي من الترويح ويجوز له أن يتر في المسجد مع الإمام جماعة ويجوز له أن يتر في بيته منفردة والله تعالى أعلم السؤال التالي من زلفة كم المبلغ المطلوب لزكاة المال يسأل عن النصاب نصاب الزكاة لهذا العام هو سبعتاشر ألف وستمئة ثمانين شاقل وهي قيمة خمس وثمانين غرام ذهب عيار أربع وعشرين غير مصنع في العام الماضي كان نصاب الزكاة خمستاشر ألف وثمانمائة شاقل لأن سعر الذهب يختلف من عام إلى عام بناء عليه من كان معه في رمضان السابق خمستاشر ألف وثمانمائة شاقل فأكثر ومعه في رمضان الحاضر سبعتاشر ألف ستمئة ثمانين شاقل فأكثر يجب عليه أن يزكي كل المبلغ بنسبة ربع العشر أي اثنين ونصف بالمئة حتى لو لم يمر الحول أو العام على جميع المبلغ طالما أن العام قد مر على النصاب وحتى نسهل الأمر لتسهيل العملية الحسابية إذا معك سبعتاشر ألف وستمئة ثمانين شاقل فأكثر عشرين ألف ثلاثين ألف قسم المبلغ على أربعين تخرج النتيجة يعني إذا معك مئة ألف شاقل قسم على أربعين بطلع عالفين وخمسمائة شاقل هاي الزكاة معك عشرين ألف شاقل قسم على أربعين بطلع خمسمائة شاقل هاي الزكاة يعني الذي لا يحسن الحساب نحن نقول اثنين ونصف بالمئة إذا تريد عملية حسابية بسيطة قسم على أربعين تخرج نفس النتيجة مش أربعين بالمئة قسم على أربعين نبلغ على أربعين نعم نبلغ نعم السؤال من مشاهدة تقول زوجي يأخذ دواء في ساعات الفجر وتقيأ الدم في وضح النهار فهل صيامه صحيح أم أنه بطل إذا تقيأ الدم وهو صائم سيامه لا يبطل طالما أنه لم يتعمد التقيأ وأما إذا تعمد التقيأ بطل الصيام ولكن إذا شعر بإرهاق شديد أو تعب شديد أو مشقة شديدة فلا يؤذي نفسه بإمكانه أن يفتر ويقضي بعد رمضان والله تعالى أعلم شخص معه ثلاثين ألف شكل وعليه دين أربعين ألف شكل هل يجب عليه إخراج الزكاة من كان معه ثلاثون ألف شاقل وعليه دين قيمته أربعون ألف شاقل فهذا لا زكاة عليه لأن الدين استغرق النصاب ولكن بشرط أن يقوم بسداد الدين فإذا لم يقم بسداد الدين يجب أن يزكي المبلغ في كل عام وإذا ما يصير يقول لي علي دين أربعين ألف شكل ومعاه ثلاثين ألف شكل وأنت في كل سنة لا تزكي تخصم الدين إذا تريد أن تخصم الدين قم بسداد الدين إذا لا تريد أن تسدد الدين فيجب أن تزكي المال الذي بحوزتك والله تعالى أعلم مشاهد يقول أنا عندي سكري لكنه ينزل ينخفض ولا يرتفع نزوله يصل تقريبا إلى خمسين وأحيانا أقل غالبا أنوية الصيام أصوم في ساعات الظهر يبدأ السكري بالنزول فهل يجوز لي أن أستمر بالصيام أم لا نقول لهذا الأخ راجع الطبيب المسلم الثقة المختص فإن قال لك بإمكانك الصيام مع أخذ الأدوية والتدابير الوقائية اللازمة فصم في هذه الحالة وإذا شعرت مشقة شديدة بإمكانك الإفطار والقضاء بعد رمضان وأما إذا منعك الطبيب المسلم الثقة المختص من الصيام أو نصحك بالإفطار على مدى الحياة قال لك أنت لا تستطيع الصيام على مدى الحياة فلا تؤذي نفسك وافطر عفوا وأخرج ثلاثة وعشر شاقل عن كل يوم أفطرته سؤال مرة أخرى عن قطرة العين هل تبطل الصيام قطرة العين كما قلنا قبل قليل وقطرة الأنف وقطرة الأذن لا تبطل الصيام ولو وجد طعمها في حلقه يبسقه ويكمل صيامه إن شاء الله تعالى السؤال من فتاة من طرعان تقول إذا شربت مياه بالغلاط وأنا صايمة هل يقبل مني؟ الخطأ يعني نسيان واللي إذا شربت وهي ناسية فلتتم صيامها فإنما أطعمها الله وسقاها وهذا في صيام الفرض والنفل سواء لا فرق بين صيام الفرض وصيام النفل في حالة النسيان إذا أكل أو شرب الشخص ناسية أما إذا هي تقول أخطأت يعني الخطأ معنى آخر الخطأ هي ذاكرة لصيامها لكن ظنت أن الفجر لم يطلع أو ظنت أن الشمس قد غربت في هذه الحالة يلزمها الإمساك والقضاء فلذلك لابد أن تحدد في سؤالها هل هي شربت ناسية أم شربت مخطئة؟ إن شربت ناسية فلتتم صيامها ولا قضاء عليها وأما إن شربت مخطئة بمعنى أنها ظنت الفجر لم يطلع فتبين أنها شربت بعد الفجر أو ظنت أن الشمس قد غربت ففي هذه الحالة تتم صيامها سائر اليوم وعليها القضاء سؤال من منطقة عارة هل كفالة اليتيم أو حفر بئر عن روح شخص ميت تعتبر صدقة جارية وهل يصله الأجر؟ حفر بئر عن شخص ميت يعتبر صدقة جارية ولا شك أن الثواب بإذن الله تعالى يصل إلى الميت وينتفع بذلك نعم السؤال من متابعة حول الدورة الشهرية تقول أنا حاطة مانع للحمل الدورة لدي كانت خمسة أيام طبيعية ومن يوم ما وضعت المانع صارت تتراوح ما بين سبعة أو ثمان أيام أول ثلاث أيام بس خفيف وهل يجوز الصوم أول ثلاث أيام لأنها مش كثير بداية نقول أن أقصى مدة للحيد هي خمسة وعشر يوما وبناء عليه كل ما تراه المرأة خلال هذه المدة قل أو كثرة بغض النظر عن اللون فإنه يعتبر من الحيد ولا يصح أن تصوم أو تصلي أثناء مدة الحيد فهذه الأخت التي وضعت اللولب إن كان قد تجاوز الدم خمسة عشر يوما فما زاد عن الخمسة عشر يوما ليس حيدا وما كان في دائرة الخمسة عشر يوما فهذا يعتبر من الحيد بناء على سؤالها أنها كانت عادتها قبل وضع اللولب خمسة أيام وبعد وضع اللولب أصبحت سبعة أو ثمانية أيام فهذا يعتبر حيد لأنه في دائرة الخمسة عشر يوما حتى لو زاد عن مدة دورتها المعتادة قبل اللولب فإنه يعتبر من الحيدين وبالنسبة لقولها أنه في الأيام الأولى يكون فاتحة ثم غميقة فهذا كله حيد بغد النظر عن اللون والله تعالى أعلم السؤال إذا كان الشخص لا يستطيع أن يذهب أو يزور بنات الأخ أو الأخت خلال شهر رمضان المبارك وأن يذهب فقط في العيد هل يعتبر هذا الأمر قطع لصلة الرحم؟ لا يعتبر قطعا لصلة الرحم لأن الصلة تصح في أيام العام أو على طوال العام سؤال من متابعة هل يجوز تذوق الطعام أثناء طهيه للصائمة؟ بالنسبة لتذوق الطعام أثناء الصيام مكروه إلا لحاجة فإذا دعت حاجة للتذوق لا حرج لكن لا تبلع إنما تضع على طرف اللسان ثم تبسق بعد ذلك متابع من عكا يقول أنا أعاني من مرض في الكبد أخذ دواء بشكل يومي فهل يجوز أن أصوم؟ والسؤال الثاني هل يجوز أن أخضع لعلاج الأسنان في رمضان؟ بالنسبة للمريد في الكبد نسأل الله تعالى العافية نقول له اذهب إلى الطبيب المسلم الثق المختص واستشر الطبيب الثق المختص فإن قال لك لا تصم أي منعك من الصيام على مدى الحياة فلا تؤذي نفسك في هذه الحالة فطر وعليك فدي عن كل يوم أفطرته أفطرته وهي ثلاثتاشر شاقل كما قلنا قبل قليل وأما إذا قال لك الطبيب بإمكانك الصيام مع أخذ التدابير الوقائية والأدوية ونحو ذلك فيلزمك الصيام في هذه الحالة وأثناء الصيام إذا وجدت مشقة شديدة فوق القدرة والطاقة بإمكانك الإفطار مع وجوب القضاء بعد رمضان والقضاء يصح طيلة أيام العام عدى يومي عيد الفطر والأضحى وأيام التشريق أما بالنسبة لسؤالك حول علاج الأسنان أثناء الصيام فنقول وبالله التوفيق علاج الأسنان أثناء الصيام لا يبطل الصيام إلا إذا دخل شيء إلى الجوف والحقيقة يعصر التحرز عن إدخال شيء إلى الجوف يعني كأن يدخل دواء أو ماء أو دم ونحو ذلك إلى الجوف إن لم يدخل فالصيام صحيح وإن دخل شيء بطل الصيام ولذلك نقول من اضطر إلى العلاج فليذهب إلى العلاج إذا لا يمكنه التأجيل بعد الإفطار أو بعد رمضان وفي هذه الحالة إن دخل شيء إلى الجوف بطل صيامه وأفطر ويقضي بعد رمضان ولا شيء عليه وإن لم يدخل شيء إلى الجوف فليتم صيامه وصيامه صحيح إن شاء الله وأما من كان بإمكانه التأجيل بعد الإفطار دون أذى أو ضرر أو ألم أو بعد رمضان فالأحوط أن يؤجل لعسر التحرز عن إدخال شيء إلى الجوف والله تعالى أعلم السؤال عن لبس الذهب هل هو حرام للمرأة العزباء؟ لبس الذهب جائز للمرأة المتزوجة والعزباء لكن على أن لا يكون بذلك مبالغة ولا لفت للأنظار يعني تلبس شيئا خفيفا بدون لفت للأنظار وأما في بيتها تلبس ما شاءت بقدر ما شاءت خارج البيت لا تكثر من ذلك حتى لا يكون بذلك جلب ولفت للأنظار هل التبرع بالدم في رمضان يؤدي إلى إبطال الصيام؟ التبرع بالدم أثناء الصيام لا يبطل الصيام لكن لا يستحب التبرع أثناء الصيام لا يستحب لأنه قد يضعف الصائم فيضطره للإفطار لكن هو لا يبطل بذاته وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم ليس معنى أفطر الحاجم والمحجوم أي أنه أفطر بالفعل وإنما يخشى أن يؤدي إلى إفطاره بسبب أنه قد يضعف جسده فلذلك إذا كان التبرع بعد رمضان يكون أولى والله تعالى أعلم حتى لا تضعف جسدك أما التبرع بذاته لا يبطل الصيام شيخ هنا سؤال عن جهاز البخار الإنهلاسي في اللغة العبرية نعم أجبنا قبل قليل عن هذا الأمر وهو بخار التنفس أو بخار الماء الذي لعلاج أزمة التنفس وقلنا أنه لا يفطر بإذن الله تعالى لأنه لا يصل إلى المعدة وإنما يصل إلى الرئتين لتوسيع شرايين الرئتين وضابط المفطرات كما قلنا كل ما دخل إلى الجوف عن طريق الفم ووصل إلى المعدة باستثناء الدخان فإنه يفطر وإن كان لا يصل إلى المعدة وباستثناء الإبرة المغذية فإنها تفطر وإن كانت تصل إلى الجوف عن غير طريق الفم خضعت لعملية تصغير معد نصحني الدكتور أن لا أصوم هذه السنة ما المطلوب مني هل علي إعادة أم إخراج المال إذا لا يمكنها الصيام بناء على مشهورة الطبيب ونصح الطبيب المسلمي الثقة المختص ولو مع أخذ التدابير اللازمة والأدوية في هذه الحالة إذا كان يخشى الدرر عليها بسبب الصيام تفطر وتقضي بعد رمضان لما أن تتمكن ولا فدية عليها لأن هذا العذر مؤقت أو مرض يرجى برؤه وليس دائما السؤال المضمضة بالدواء هل هي جائزة في نهار رمضان؟ المضمضة بالدواء إذا دخل شيء إلى الجوف فسد الصيام وإذا لم يدخل شيء إلى الجوف لم يفسد الصيام ولكن يعصر حقيقة التحرز عن إدخال شيء إلى الجوف يعني مجرد المضمضة لا تبطل الصيام لكن إذا دخل شيء إلى الجوف بطل الصيام ولذلك هذا الدواء إذا لست بحاجة إليه طبية أو مرضية لا تستخدمه أثناء الصيام لعصر التحرز عن ابتلاع شيء أو دخوله إلى الجوف بإمكانك قبل السحور أو بعد الفطور إذا لست مضطرا لإستعماله لعلاج ونحوه حكم يسأل حكم البلغم المخلوط بالدم البلغم المخلوط بالدم إذا تعمدت بلعه يفطر إذا كان مخلوطا بدم يعني البلغم والنخام لا تفطر لكن إذا كان مخلوطا بدم وتعمد بلعه فإنه يفطر أما إذا غلبه الأمر فلا حرج ولا ضير نعم سأل سؤال يبدو أنه لما يشاهدنا في البداية سألنا عن تطعيم الكورونا تطعيم الكورونا لا يفطر بإذن الله تعالى لأنه ليس مغذية السؤال عن الوضوء هل يجوز المسح على الجوارب أثناء الوضوء للصلاة أم أنه يجب خلعها من أجل الوضوء بالنسبة للمسح على الجوارب نقول وبالله التوفيق إذا كانت الجوارب رقيقة فلا يجوز المسح اتفاقه يعني باتفاق المذاهب الأربعة وما ينسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بأنه أجاز المسح على الجوارب الرقيق فهذا كلام ليس بدقيق وإنما ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه كما في شرح العمدة نص بنص صريح على أن تكون الجوارب ثخين يمكن متابعة المشي عليها بناء عليه لا يصح المسح على الجوارب الرقيق اتفاقه واختلف الفقهاء في حكم المسح على الجوارب الثخين الذي يمكن متابعة المشي عليه اختلف إلى قولين عند الشافعية والمالكية لا يجوز إلا إذا كانت الجوارب مجلدة عند الشافعية وأما عند الحنفية والحنابلة فيجوز المسح على الجوارب الثخين التي يمكن متابعة المشي عليها وقدر ذلك الحنفية بفرسخ بغير مداس والفرسخ خمس كيلو ونصف وعند الحنابلة يمكن متابعة المشي عليها عرفة خلاصة المسألة أن الجوارب إذا كانت ثخينة يمكن متابعة المشي عليها عرفة يجوز المسح عليها عند الحنابلة إذا لبسها الشخص على وضوء وأما إذا لبسها على غير وضوء فلا يجوز المسح عليها والأفضل والأولى عدم المسح خروجا من الخلاف في المسألة إلا إذا كان الشخص محتاجا إلى ذلك كأن يكون مريضا أو يكون عاجزا ونحو ذلك والله تعالى أعلم نعود مرة أخرى إلى علاج الأسنان هل قلع الطحونة يبطل الصوم؟ قلع الطحونة أو قلع الدرس أو السن لا يبطل الصيام إلا إذا دخل شيء إلى الجوف من دم أو ماء أو دواء ولكن كما قلنا يعصر التحرز عن بلع مثل هذه الأمور فإذا ليس الشخص مضطر لقلع السن أو الدرس فليؤجل بعد الإفطار أو بعد رمضان وأما إذا كان مضطر فلا بأس لو ذهب للعلاج لأنه بحكم المريض فإن لم يدخل شيء إلى جوفه فليتم صيامه فليتم صيامه وعليه القضاء بعد رمضان وإن دخل شيء إلى جوفه أفطر في هذه الحالة وعليه القضاء بلا إثم والله تعالى أعلم السؤال التالي فضلت الشيخ من أحد المشاهدين عن بلع الريق هل يؤدي إلى الإفطار؟ بلع الريق لا يفطر بلع الريق لا يفطر إلا إذا كان الريق متنجسا بدم أو فيه شيء من الحلوى أو نحو ذلك السؤال ما هو حكم المرأة التي تحافظ على الامتناء عن الأكل والشرب أثناء الحائد؟ الحائد لا تصم لها أن تأكل وتشرب لأنها معذورة وهذا عذر شرعي بل لا يجوز للحائد والنفساء الصيام السؤال الشيخ إذا هي امتنعت يعني هي مفترة وتعرف أن هذا اليوم غير محسوب لها إذا امتنعت بنية التعبد لا يجوز أما بنية الحمية مثلا هي لا يعني قد تجد حرجا أن تأكل أو تشرب يعني من ناحية نفسية وشعورية لا تريد أن تأكل وتشرب في نهار رمضان لا يلزمها الأكل لكن لا تنمو الصيام لكن إذا طهرت أثناء النهار يعني الحائد عند الظهر توقف نزول الدم عنها يستحب أن تمسك أثناء النهار ولا يجب نعم سؤال من شاب على ما يبدو هو يقول هل الإمساك بقنينة النبيض أو الخمر بحكم العمل حلال أو يجوز فأنا أعمل في سوبرماركت ويتم إجباري على ذلك وهل يبطل صيامي؟ أولا بالنسبة للصيام صحيح ولكن بالنسبة للعمل في مكان يبيع الخمور لا يجوز العمل في مكان يبيع الخمور يجب ترك العمل فورا يجب أن يبحث عن مكان آخر وهناك سعة ومتيسر بإذن الله تعالى فإذا اضطر للبقاء ولم يجد مكان آخر للعمل يليق به أو يستطيع القيام به وظروفه المادية لا تسمح له بذلك يمكث في عمله ويتنكر في قلبه ولا يقدم الخمر بحال من الأحوال وفي أقرب فرصة يتيسر له ينتقل إلى مكان عمل آخر والله تعالى أعلم السؤال التالي فضلت الشيخ من القدس يقول أنا شخص مريض في مرض التهاب الأمعاء المزمن أتناول علاج بيولوجي والمرض يسبب لي الإسهال الشديد وألام بطن سر تعامل أربع عمليات خلال سنة 2020 الطبيب منعني من الصيام ومعاي عجز طبي بنسبة 100% لا أستطيع العمل وأنا في ضائقة مالية هل يفرد علي دفع كفارة الصيام وأنا شخص مريض لا أعمل ومديون يعني فدية الصيام أيها الإخوة أيها الأخوات هي عبارة عن 13 شاقل إذا هذا الشخص لا يوجد معه ما يساوي 13 شاقل عن كل يوم يعني ضرب 30 يوم اللي هني 390 شاقل تقريبا 400 شاقل بإمكانه أن يوزعها على أشهر لا أقول دفعة واحدة إذا هو عاجز يوزع على أشهر يعني 400 شاقل لو أراد أن يخرجها مثلا على 12 شهر كل شهر يعني لو أخرج مثلا يعني قسم 400 على 12 شهر كديش يعني بغاية النظر يعني عمليا تقريبا بيطلع 30 شاقل كل شهر فهل يعقل ليس معه في الشهر 30 شاقل يعني أنا أستبعد أن يكون الشخص معدما بحيث لا يستطيع توزيع الفدية وهي لا تتجاوز 400 شاقل تقريبا 390 شاقل يعني 400 شاقل يوزعها على مدار السنة على 12 شهر يقصطها على مدار 12 شهر يعني تقريبا يكون المبلغ 30 شاقل في الشهر فهذا يعني أنا لا أتصور أنه بحكم العاجز لكن إذا كان بالفعل عاجزا لا يستطيع وأنا أستبعد هذا الأمر حقيقة فهناك اختلاف بين العلماء هناك من قال تسقط عنه وهناك من قال تبقى في دمته والذي نحن نقول به بإمكانه أن يخرج ذلك بإذن الله تعالى ويقصت المبلغ على أيام السنة ثم نحن لما قدرنا 13 شاقل أخذنا بالبرغل اللي هو قلنا ما يقارب 2 كيلو برغل تساوي 13 شاقل يخرج قيمة 2 كيلو طحين أقل من 13 شاقل 9 شاقل 2 كيلو طحين تقريبا 800 إلى 9 شاقل يخرج طحين اللي هي ما يساوي 9 شاقل تقريبا فهذا أيضا يقفف عنه نعم لدينا سؤال عن من فتاة يبدو تسأل عن صلاة الترويح وأنها تنوي أداء الصلاقة قضاء لصلاة الفجر السؤال غير واضح نرجو أن تكتب السؤال بصورة أوضح شخص يسأل معي مال قرابة 250 ألف وعندي قرد من البنك على ما يبدو قرد هو لم يكتب من البيت أنا وأختي على البيت بقيمة 500 ألف هل يجب عليه دفع زكاة هذا المال بداية نقول بحرمة الاقتراض من البنوك الربوية حتى لو كان الشخص يقيم خارج ديار الإسلام فالربا يحرم أخذه ويحرم إعطاؤه في دار الإسلام وخارج ديار الإسلام إلا إذا تعين الضرورة بتقدير أهل الخبرة والاختصاص من أهل العلم الشرعي والخبراء الاقتصاديين الثقات أما بالنسبة للزكاء فإنه إذا كان يريد أن يسدد الدين على الفور فبإمكانه أن يخصم الدين ويزكي ما تبقى إن بقي معه النصاب وأما إذا لا يريد السداد على الفور فيجب أن يزكي جميع المبلغ في كل عام وإذا كان الدين مقصطا بإمكانه أن يخصم دين سنة ويزكي ما تبقى إن بقي المبلغ بالغ للنصاب والله تعالى أعلم وننصح الأخ السائل بالمبادرة للتخلص من القرد الربوي فالربا كبيرة عظيمة من الكبائر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله أي الذي يعين على أكله الذي يدفعه وكاتبه وشاهديه وقال كلهم في الإثم سواء نسأل الله تعالى العفو والعافية متابعة تطلب منك فضيلة الشيخ أن تعطي نصيحة للمشاهدين عن قذف المحسنات دون التأكد هي تريد أن تحدثهم كم هو محرم والتكلم عن الأعراض دون التأكد لمجرد أنهم سمعوا من فلان أو علان نسأل الله تعالى العفو والعافية قذف المحصنات أي العفيفات كبيرة عظيمة من الكبائر بل هي من السبع الموبقات أي المهلكات والذي يقذف محصنة في عرضها فإنه يقام عليه حد القذف في شريعة الإسلام وقد علمنا الرسول الكريم صلى الله عليه وصحبه وسلم بأن لا نخود في أعراض الناس وأن لا نقل إلا ما طيقنا به يقول النبي صلى الله وسلم مبارك عليه بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع ثم أخبرنا النبي صلى الله وسلم وبارك عليه قائلا كما جاء في الحديث يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفضل إيمان إلى قلبه لا تتبع عورات المسلمين فإنه من اتبع عورة امرئ مسلم اتبع الله عورته ومن اتبع الله عورته فضحه الله ولو في جوف بيته ومن شهر أيها الإخوة والأخوات شهر الله تعالى به فاحذروا الخوض في الأعراض واحذروا قذف المحصنات واحذروا التقول بما ليس لك به علم قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤادة كل أولئك كان عنه مسؤولة خصوصا ونحن في شهر الصيام فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس قال الصحابة المفلس من لا درهم له ولا متاع قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويقول قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيأخذ من حسناته وتعطى لمن ظلمه تعطى لهذا وهذا وهذا فيأخذ من حسناته وتعطى لهذا وهذا وهذا فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئات من ظلمه فطرحت عليه فطرح في النار نسأل الله العفو والعافية سؤال أخير فضلت الشيخ لأن الوقت أدركنا هل تجوز الزكاة للأخت إذا كان وضعها المادي صعب نقول وبالله التوفيق إذا كانت الأخت محتاجة وليست مكفية بنفقة الغير وليس لديهم دخل شهري يكفيهم وليس لديهم عقارات كأملاك زائدة عن الحاجة يمكنهم بيعها فلا مانع من دفع الزكاة للأخت في هذه الحالة والله تعالى أعلم فضلت الشيخ البروفيسور مشهور فواز شكرا على كل هذه الإجابات لجمهور المشاهدين والمشاهدات شكرا جزيلا حتى الحياة لكم ونحن سنكون معك على موعد الحلقة الثانية من ربضان الأسبوع القادم يوم الجمعة في تمام الساعة الرابع ونصف مساء يسعدنا ذلك ونتشهر بهذه الاستضافة وشكر الله تعالى لكم شكرا المشاهدون والمشاهدات الأعزاء نأتي بهذا إلى ختام الحلقة الأولى من برنامج اسألوا المفتي كونوا معنا في الحلقة الثانية الأسبوع القادم إلى اللقاء